أتكلم مع محمود شاكل رئيس حسين وإحنا في الفاصل على الجول بتاع كيفين دي بروين وإزاي صاروخ وإزاي عظيم فرح محمود فهياني وقال لي كل أصلا رامي التماس كانت على منشستر سيتي قبل الهدف على قوت مفرحت وحصلت بالظلم كده والقهر والمؤامرة وبتاعه والكلام ده في لقطة على السوشال ميديا دلوقتي قلب الدنيا وهي أن الهدف بتاع كيفين دي بروين هدف التعادل لمنشستر سيتي في الأصل هو قوت والفار ما خدش باله ولا حد من كل الموجودين في الملعب خد باله وشفناها في لقطة زكاء الاصطناعي أن الكرة الكرة دي في الأول خالص كان برناردو سيلفا بيحاول يلحقها كانت في نص الملعب بيحاول يطلحها برجله من على الخط وبعد كده الكرة تلعبت وهي دي زكاء الاصطناعي جاب لك أن الكرة أصلا ما عدتش يا كريم تلعت برك كلها بكامل محيطها حتى يعني لو تشوف الخط الأحمر ده الخط الأحمر ده آخر حتة بالزبط عند خط بتاع القوت والكرة عدت بكامل محيطها بعد كده برناردو سيلفا لعبها وحصل شوية دربكة في وسلم الملعب وقام قطعها على طول رودري ومسلمها لغاية لما جي الهدف أنا عاوز أسأل سؤال اللقطة دي لو كانت عندنا احنا في الدوري ومصري كان حصل ايه لو الكرة حسبت جود حاجة ما عندناش الكرة نفسها يا كرة تحشاب زي مش عندها يعني كي مش هنقف على دي بزداد مش هنقف على الخط ولا بار الخط بس احنا لو عندنا الكرة دي أصلا مش هندايق على الكرة دي ده حاجة جدك لب بعضها لقطة غريبة جدا يا كريم أقوى وأهم مباراة في الموسم وكم الكاميرات اللي موجودة وأعلى تقنية وكل حكام الفار والكرة عدت على الناس كلها تنازم من دهول تنازم من دهول بس الشوت بتعدي بروي الحلو أنا نفسي أعرف هي سرعتها كم كيلو في الساعة تعافنا أنا خفت على يد كورتوة قلت يا رب ما تلمس إيده ما تمجيش لا لو لابست إيده هيبقى في مشكلة في إيده دلوقتي يعني تشاط على كورتوة تشاط عليه شوتة قبلها من دي بروين لو خدت بالكو وفادل دي بروين إيدي تتقلب لتحسب التسلل تخيل دي بقى لو كان خبطت في إيديه تكنيك كمان يا كريم يعني مرجحته براضي عليك طبعا ممتعة وهي رايحة ممتعة وهي رايحة سلوق عجبك شكلها في رجله اه ارتفاحها صعب جدا اه ارتفاحها صعب جدا يعني لا هي في السقف ولا هي في الأرض وعلى الأرض لا دا هي عارفت عارفين في لعبة اتفاعها كريم اللي هي زي بتبقى زي بترمي زي حاجات فرسب تقريباً حاجات كده صح؟ يعني دي بروين بيشوت كأنه بيمرجح بيلعب بطبق وهي برضو اللي ساعد ان الكورة جايد يا كورة جايلة واخدها وانتوتش يعني هو ما اخدش الكورة استلام وامزق اذا اخد خطوة وانتشايت لا يا كورة وهي جايلة خدها وانتوتش بلنسبة دي بروين بلنسبة دي بروين بيشوت في كل الأوضاع بكل القوة بكل السرعة بأي رجل يعني هو خطير بسرعة